بسم الله الرحمن الرحيم لص الاستماع للصف الأول الابتدائي الوحدة الرابعة صحتي وسلامتي المنهج الجديد العام 1441 الهجرية 2020 ميلادية الترم الثاني قال الوالد لفواز هل تريد أن ترافقني يا فواز؟ قال فواز نعم يا أبي فأنا أحب مرافقتك دائما جلس فواز في السيارة بجوار الوالد وقال الوالد له اربط حزام الأمان يا فواز فقال فواز حسنا يا أبي صار فواز والوالد بالسيارة وبينما هما عند الإشارة لاحظ فواز سيارتان تتسابقان ولم تحترم إشارة المرور فقال فواز انظر يا أبي هذان السائقان يتسابقان في الشارع ويتجاوزان إشارة المرور الحمراء دون أن يتوقفه قال الوالد هذا خطأ ويعرضهم ويعرض الناس الآخرين للخطر وعلينا أن نحترم إشارات المرور فقال فواز وكيف نحمي أنفسنا من هؤلاء السائقين يا أبي نحمي أنفسنا بأن نسير وفق إشارات المرور ونحترم قواعد المرور ونسير بالسرعة المناسبة فلا نتصرع ولا نخالف إشارات المرور قال فواز أحب أن أكون مثلك يا أبي أحترم أنظمة المرور ولا أقود بسرعة وفي الختام لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة أشكرا لكم